موسيقى 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 حبيبي الله نعم عليك بحنجرة ذهبية موساط حلو خليك عم تغنى تردنا سلطننا يا خبير ما لقمان نصاقها قد ايفنج يا الفنانين اللي مفقرين حلو انتا قاطرة كاموا زمي وسمعوا الخبرية من بعد مقرانة وقفتنا حياتنا وبطل فيه لا حفلات ولا مهرجانات ولا فيديو كريبات ولا فن هابط ولا فن صاعر قالوا لك مدل ما ندلق عدين هاق لا شغلة ولا عملة لاز ما منكب فتاوي ونعمل يعني دكاترة على الفنس طبعنا نعطيهم نصايح بتسوى الدني يعني بكل صراحة عم قولوا هالمتابعين يا حرام نصهم خفاف شو ما قالوا هالفنان بصدقوه شوفوا زفقهم بيطع بخلقتك وإز بيطع لك فناني ما بتعرف البندال من اسفيرتو بتقولولي يا بجان ما بتعرف البندال من اسفيرتو بتصف اخ تويت عن اضرار لقاح كورونا قبل ما ينزل بتقول للعالم ما تاخدوا الطعم انا احمد وبشنهق وقال لي ده نب وبيدقب علي العالم او الله فناني عنده حنزرة ذهبية بتغني فشأة بتقلع بتقولي اخد اخد اشطعم طولنا وبتصفق لك على تويت انه مضار يعني طبع هلا انا اذا كبات حالي بفرامة لحمي وظهرت من الجهة تانية مقانية وسجاعة مش ارحم لي من انه اقرا هاق تويت مش عم بفهم انه انت قلقت مابان السطور وحللت بين الصفحات واكلت الكتب اكل لطلع معاك الاستنتاج المبهر استنتاج المبهر حقيقة اللقاح بضر هاق انت قلت طب يا امولة يا بطة يا فاهمين انت لا ما بتصفق حيالك سبعين ابرد بطاقس وفلر وتكب بالسيليكون وتقص معتك وتضيق خسرك وتحط الانسس وانه هال بالنسبة لالك شو هال شو هال مسلا باول ما نعب البنا ادم يا اختي انت اسطر فناني واحلصات واكبر قلب بس يتقربيش عالطاب ما مش كل واحد يتطلع له شعرتان تحت باطه صار بيه فهم بكل شي بالدني ما تقربيش عالطاب انت بتقبلي هلا يطلع حاكيم بواسير يعطيك رأيه بصوتك مسلا سؤال اكيد لا وانت تعطيش رأيك بالطاب بعض الفنانين والفنانات عم نحكي غني وانبسطي وشو بدك فينا انا بدي قطه بعيوني للوقاح ما خصك هان بنص بنص الباب وعيني بدي يهيبه لقاح او تجعل تطلع لك فناني تانية out of nowhere تسفقنا نصائح نصائح همتعدد الزوجات ووا يعني مش هم بفهم انه فهمينا انت شو بالزبط تبع على نقابة الفنانين ولا ردار الفتوى انت مين يا اختي ازا حب زوجك تجوز عليك تلاتة واثنان واربعة انت حرة انت بكونش بكسيم اضروبة او حضر حشم تولي ومأثر فيك تب نحن ما خصنا بلنادي يا حبيب الفنان مش كل ما صار معك شين بعض الرجال الفنانين حطوا على انستغرام وتعتبروا تجربة صعبة وما رأت فيها جبتوا اجلنا تجربات صعبة وما رأتوا فيها صار كل فنان بتفركش بالبات وبدو يسجل فيديو عن التجربة القليمة وخبرنا كيف اتخطاها همم يركزوا بيفقال عقادة البراستيج وفاقع وراشي نص مليان دولار الدكار مرحبا انا فلان لفلاني وبيبتسم ابتسامت ما بعد الصلاة بتجي السموحة يعني مرحبا انا فلان لفلاني انا عادة ما كتير بطلع لايف انجأ تسع مرات باليام حقيقة انا اتعرضت لتجربة كتير صعبة واليام عم بحكي كل ما تشجع كل الناس اللي صار فيهم مثلي انه يحكوا وما يخافوا فيها تعبيرنا كتير هاي دي اموشنال انه يحكوا وما يخافوا انا هذيك السنة خبطت اصبع اجري الصغير بأجري اتخذ وبقيت اسهر عالي من كوابيس كل ما اتذكر هاللحظة القليمة بدي اسكر جمعية اصبعي في امان على الوقف اللي وقفوه حد دي انا بعمري ما بكيت بس اصبع اجري واتخت وجمعية اصبعي في امان اسهر فيه كتير يا حبيبي انت ميسي انت ميسي انت ميسي انت ميسي انت ميسي انت مي كوي مانزوعة مالعايزة بالحياة في ناس عم بموتوا اهلهم بانفجارات قدام عيونهم ومش هم يحكوا ولا كلمة لك فهموا لما احدا بيعرف فيهم انت مين يا خي من الاخر احنا منعرفك انت فنان نازح وراقع وما في مثلك بس كمان انت اعترف انه مرات الفن انت تافه وجلن وصندل وشزمة خليك بالفن مش كل ما هو واحد صار معه شيط عيفعلنا فيديو